اشتركوا في القناة الاستعمال الاول او متى نستعمل كلمة لغ لغ هنا قبل اسم تعتبر صفة الملكية هنا يرتبط من ناحية العدد مع الاسم الذي يحدده نعطي مثالا اولا هنا الابوين يتكلمان مع طفلهما هنا كلمة طفل هي اسم وجاءت كلمة لغ قبلها وتتبعها في التذكير والافراد هنا كلمة لغ ليست في الجمع كذلك كلمة لاست في الجمع المثال الثاني هناك كلمة لغ حينما تكون قبل وليس اسم هنا تأتي قبل الفعل أو بعد فعل مصرف إلى الامبراطيف أو ما يسمى بالأمر هنا تعتبر بخونو برسونيل أي تعتبر ضميرا وليس صفة الملكية كما رأينا في المثال الأول نعطي أمثلة على هذه الحالة إِلْلَرْ دَمَانْدَ دَبَيْسِ لَوْوْلُومِ هنا طلبة منهم أن يخفضوا الصوت تلاحظون على أن كلمة لغ جاءت قبل لغ دَمَانْدَ أو فعل طلبة كذلك هنا المثال الثاني دِلَرْ دَفِرْ أَتَنْسِنُ هنا دِ فعل دِرْ في صيغة الأمر أو الامبيراتيف وكلمة لغ جاءت بعده إذن هذه تعتبر ضميرا وليس صفة الملكية كما شاهدنا أو رأينا في المثال الأول الخاص بالإسم إذن هذا كل شيء في هذا الفيديو إن شاء الله لازمنا سنقدم دروسا أخرى في اللغة الفرنسية ما عليكم سوى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد شكرا على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر